شركة الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب ووفد من النمازج القيادية المصرية من خريجي الأكاديمية في النسخة التسعة من القمة العالمية للحكومات واللي زي ما حضراتكم عارفين أقيمت تحت شعار استشراف مستقبل الحكومات احنا كنا من يوم 13 ل يوم 15 في الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الجميلة وده بمشاركة عدد كبير من قادة الحكومات والوزراء والكبار المسئولين وصناع القراء بعض منهم لا هو غالبا كل اللي في الصورة دي أصدقاء بصراحة وزملاء طبعا كان فيه أكتر من مسئول وصناع قرار ورواد أفكار مختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم طيب دكتورة رشا شاركت فيه الاجتماع العربي للقيادات الشابة ليه؟ لمناقشة كيفية تمكين الشباب وهنا لازم تشوف التجربة المصرية وتجربة الأكاديمية وتبص هل مصر استطاعت أنها زي ما يقولك كده تمضي قدما في مسألة تمكين الشباب وتجهيز كوادر قيادية شابة للعمل سواء القيادي إداريا أو القيادي على المستوى السياسي وما إلى ذلك بصراحة بص على البرلمان وبص على الوشوش وراجع الأعمار وإنت تعرف بص على المحافظين ونوابهم وإنت تعرف وهكذا أو بص على المؤتمرات العالمية والدولية ويمكن يكون مثلا مش بس هقولك مؤتمرات الشباب ولا الملتقيات ولا المنتديات طب ومؤتمر المناخ اللي العالم كله جي هنا مصر شرم الشيخ ما هو برضو اللي عملوا الشباب وشبان كتير من الأكاديمي تحت عنوان تأملات في حكاية الشباب العربي وذكر عنوان كويس جدا كان هناك الكثير من الفعليات فيه فعليات القمة العالمية الحكومات فيه تسليط الضوء على موضوعات الهوية اللغة العربية وسمعة الشباب العربي ودي حاجة مهمة جدا باعتباري رجل كثير الأصفر ده بيدي فرصة لاستعراض حقيقية للتجارب والممارسات المختلفة المتصلة بهذه الموضوعات ونموذج للشبان العرب اللي بالفعل تم تمكينهم أنا دايب نقولك وإحنا عندنا هنا في مصر الحقيقة تجربة أنا أعتقدها مبهرة دكتورة رشا شاركت في هذه النسخة من خلال الجلسة الوزارية اسمها رؤية مشتركة وهدف مشترك أو رؤية مشتركة نقطتين هدف مشترك من غير حرف العطف والتي تعقد كانت بالتعاون مع جمعة الدول العربية وبمشاركة عدد من وزراء الشباب والثقافة العرب يناقشوا إيه؟ هم عاوزين يناقشوا رؤية مشتركة شوف أنا قلت أقولك إن برح إيه؟ المشتركات الرؤية المشتركة وحدة الرؤية ده مش هبقى مشغول ما يخيف العالم لكن ده لا يريده لنا العالم لكن ده نحن نريده ونعمل عليه فيبقى في عندنا رؤية مشتركة بنطمح إليها في عالمنا العربي من خلال الشبان دول بالمناسبة الشبان دول مش مستقبل دول حاضر لعلى الزغانطتين الدع دع دول هم دول بقى المستقبل بتاع البلد بتاعت أي بلد بالمناسبة إيه اللي ممكن تقدموا المؤسسات والوزارات العربية لتمكين الشباب العربي ودي كانت منقشة مهمة جدا ترجمة نانسي قنقر